قد يعتقد المشاهد بأن الدمار الذي من خلفي ناتج عن ززال المدمر ضرب هذه المنطقة لكن في الحقيقة بأن أنصار المسيرة الشيطانية هم من مروا من هنا نحن الآن في حي الجحملية الواقع في وسط مدينة تعز والذي كانت احتصت طرات ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح وتمكن أبطال المقامة من الدخول إليه لكن كما تشاهدون هنا في الصورة حجم الدمار كبير جدا هذه الميليشيات أقدمت على تفخيخ وتدمير عدد كبير من المنازل وزراعة الألغام في الشوارع وفي الأزقة التابعة لهذا الحي كانت الميليشيات تستخدم حية الجحملية لشأن غاراتها على المناطق والأحياة السكنية الخاضعة لأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني لكن أبطالنا تمكنوا خلال الفترة الماضية من الدخول واقتحام هذا الحي وسيطرت عليه الميليشيات قامت أيضا بتدمير منازل وممتلكات المواطنين المعارضين لدخولهم لمدينة تعز والذين ينطوون تحت راية المقاومة الشعبية قبل أيام بسيطة كانت هذه المنطقة تعيش جوا مزدهرا بين المواطنين المحالة التجارية كانت تعمل الأطفال كانوا هنا يلعبون ذات يوم لكن اليوم الدمار هو الذي يسود هذه المنطقة كما شاهدتم في الصورة المعارك توقفت هنا وأبطال المقاومة مسيطرين على هذا الحي ويقومون بتأمينه ومحاولة جادة منهم لنزع على الغام وتأمين عودة المواطنين هيك العريقي قناة حدن الفضائية تعز